موسيقى ياهلا فيكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هل نبدأها بهذا الموضوع حيث أنه في غضون 36 ساعة استضافت عاصمة القرار العربي الرياض أربع قمام حيث كان هناك القمة السعودية الأمريكية وقمة الخليجية الأمريكية والقمة الخليجية المغربية وكذلك اجتماع وزراء الدفاع في دوامجس التعاون الخليجي مع نظيرهم وزير الدفاع الأمريكي في ظل حراك دبلوماسي تقوده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلفان بن عبدالعزيز حفظه الله نتابع في البداية هذا التقرير بعد ذلك سيكون لنا وقفة مع هذا الموضوع اشتركوا في القناة الرياض عاصمة القرار وبيت العرب ومنبع التأثير ها هي في اليومين الماضية وفي نحو 36 ساعة تحتضل أربعة قمام كبرى لنتائجها بالغ الأثر على كافة المستويات هذه القمام استهلت بقمة سعودية أمريكية بحث فيها خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أوضاع الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وملفات تتعلق بعلاقات البلدين وبعد وصول العاهل المغربي الملك محمد السادس للرياض عقدت قمة مغربية خليجية ناقشت العديد من الملفات وتوطيد التعاون ما بين دول الخليج بالمغرب وبحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة خليجية أمريكية ناقشت ملفات عدة على رأسها مكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإيرانية وأزمات المنطقة وقضايا العلاقات الثنائية كما عقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج خلال نفس المدة اجتماعا مشتركا مع نظيرهم الأمريكي أشتون كارتر بحثوا خلاله التعاون العسكري بين البلدين والعديد من تطورات الشرق الأوسط ها هي الرياض عاصمة القرار العربي والإسلامي بتحالفاتها مع دول المنطقة وبحجم الرؤساء والوفود الذين يأتونها من كل حد وصوب تثبت للعالم بحزمها وبتحركاتها أن الأمور لم تعد تتحرك كما في الماضي ها هي الرياض تصعد عاليا في سماء السياسة العالمية كعاصمة محورية كل عنظار العالم تتجه نحوها للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أراحب معي بالستوديو بالدكتور مطلق المطيري أستاذ الإعلام في جامعة الملك سعود دكتور مساك الله بخير شكرا لتواجدك معنا أهلا وسهلا في كستال خالد وأهلا وسهلا في مشاهدينك الكرام كيف تصف هذا الحراك الدبلوماسي المتسارع خلال 36 ساعة أربعة قيمة في الرياض ما الوصف الدقيق الذي يمكن أن نصف به هذا القيمة وهذا الحراك الذي نشهده في مثل هذا التوقيت لا شك أنه يحمل دلالة كبيرة على قوة الرياض كقوة تستطيع أن تصنع التأثير السياسي على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي مثل ما جاء في التقرير ولعلنا نشير هنا لزيارة الرئيس الأمريكي والتقاء بقادة مجلس التعاون الخليجي هذا اللقاء الذي قد يراه البعض أنه مثل رحلة مثل وداع نهائية يودع فيها الرئيس الأمريكي فترة حكمه ويريد أن يذكر شيء للمنطقة أو يحاول أن يبرر بعض التأثرات التي تعرضت لفترة حكمه خاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ولكن ما شهدناه أن اعتذار هذا عن بعض الفشل تأدى إلى توضيح الصورة أكثر عن دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة في هذه العاصمة أنها استطاعت أن تخلق شيء من القوة السياسية والتأثير السياسي بدون أن تعتمد على الحليف الأمريكي وهذا مضمون ذو دلالة يجب أن تبرز ويجب أن تكون معلومة خاصة في المستوى الدولي نعرف أن دول مجلس التعاون الخليجي معروفة تاريخيا أنها تعتمد بشكل أساسي وستراتيجي على تحالفها الأمريكي بالدفاع عن حماية أمنها القومي ولكن خاصة من بداية عصبة الحزم وشهدنا تنسيق قوي لصناعة جيش إسلامي تحت مظلة واحدة وتحت قيادة واحدة مركز عملياته هنا موجود في الرياض عملوا مناورات رعد الشمال شهدنا هذا التنسيق الكبير الذي يؤثر بإرادة سياسية قوية جدا بدون أن يكون هناك تحالف غربي يتعتمد عليه هذه القوة المتحالفة التي هي تحت قيادة المملكة العربية السعودية أعطى مؤشر قوي أن زيارة الرئيس الأمريكي لهذه العاصمة ليست زيارة لأجل تتويج تحالف جديد نحو التصدي لبعض القضايا الكبيرة إنما هو محاولة أن يلفت خاصة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في الخليج أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت هي الحليف الاستراتيجي الموثوق به ولكن ما سمعناه من بعض دكتوري هذه الزيارة قلت قبل شوية احتفالات ووصفت ربما هي زيارة توديع بالنسبة لبراك أوباما الحديث أننا نكون مقبلين على الانتخابات الأمريكية في فترة قريبة قادمة والتنافس ربما البعض الذي يرى نشيكون بين كرينتون و ترامب يعني السؤال فيه منه سواء فاز الجمهوري أو الديمقراطي هل تتوقع أن تتغير كثير من اتفاقات اللي كانت ما بين أمريكا في أهد أوباما وما بين كذلك الدول الخليج أول شيء هو طبعا ننطلق من حقيقتين حقيقتين بعض الاتفاقيات أنها هي ملزمة ولها عمر افتراضي ولها عمر تاريخي يجب أن تأخذ مدى هذه الاتفاقيات وفق ما هي متفق عليها مسبقا ولكن الإشارة أو الشيء الآخر يجب أن نشير لأن خريطة التحالفات في المنطقة تغيرت الأهداف حتى الأمريكية تغيرت كيف تغيرت؟ يعني لو سمعنا لو رجعنا للخلف وراء مثلا عندك تصريح وأعتقد أنه عام 2013 أو 2013 الرئيس الأمريكي قال أعلن عام 2017 سوف تستغني الولايات المتحدة الأمريكية عن بترول الشرق الأوصل وهذا الاستغناء سوف يعني يوديها إلى خيارات سياسية أخرى تستطيع أن تخدم السياسة الأمريكية بوفق رؤيتها الجديدة للمنطقة ووفق رؤيتها الجديدة للمصالح ولهذا رأينا أن الرياضة كيف تحركت بكل قوة وحاولت أن تستخدم كل إمكانياتها سواء العسكرية وشهدنا مثل عاصمة الحزم على المستوى السياسي التنسيق الذي صنع لك التحالف الإسلامي على المستوى حتى المستوى الاقتصادي شهدنا مثل زيارة خدم الحرمين الشريفين لمصر وهذه المجموعة من المشاريع الاستثمارية للحفاظ على مصر وصيانتها من الانهيار التي قد تسبب ضعف مداخلها المالية وسبب التدهور الحالة الاقتصادي فنقدر نشير هنا نقول لك أن السياسة السعودية تملك خيارات على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى المالي ما يصب كله في مصلحة حماية الأمن العربي جميل نحن مكملين حوار لكتورة سيدينك وستاذ المشاهدين بفاصل قصير بعد ذلك لنعوده اهلا بكم من جديد نتابع حديثنا عن نتائج القيمة التي كانت في الرياض القيمة الخليجية الأمريكية وكذلك القيمة السعودية الأمريكية والقيمة الخليجية المغربية واجتماع وزراء الدفاع دول الخليج مع نظيرهم وزير الدفاع الأمريكي ويتابع من الحديث حول هذا الموضوع الدكتور مطلق المطيري يستاذ العلام السياسي في جامعة الملك السعود دكتور نحن ممكن وصفت أنت الحراك وكأني بك تقول أنه الآن في مثل هذا الفترة قد نكون نحن بصدد مرحلة نحن من يقودها ولا ننتظر من الآخرين أن يكون لهم مثلا إملاءات أو يكون لهم مثلا تدخلات في شؤون المنطقة بشكل عام الشكل العام للمرحلة القادمة نتكلم عن تحديات موجودة الآن وملفات مهما يكون ملفات خطيرة تكلم عن ملف الإرهاب وداعش ونظير داعش يعني الطوافة الإرهابية الأمر الآخر عندك ما يحدث في سوريا ما يحدث في اليمن التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة فيه تهديدات كبيرة هل بإمكان أن نقود أنفسنا من غير يعني فعلا الاعتماد على أحد في مواجهة كل هذه التحديات طبعا أستاذ خالد اسمح ليقولك مثل لو نظرنا مثل عندك للسياسة الأمريكية التي يراها الناس أنها متحالفة معنا وهي مساعدة لكل لكل التحديات التي تواجهنا وأقصد بالسياسة الأمريكية من الفترة الثانية لفترة حكم أوباما تشهد أن مثل قضية مثل قضية في مصر والتحول الذي حصل في مصر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على موقفين نقيضين من لرؤيتهم للقضية المصرية هذا جانب الجانب الآخر مثل ما أشرت لقضية القضية السورية القضية السورية تكاد أن نستطيع أن نقول أن شعرنا بالخذلان من السياسة الأمريكية اتجاه القضية السورية وخاصة أنها ما نقول أنها طعنتنا من الظهر ولكن حققتنا خيبة أمل كبيرة حتى على مستوى تسليح المعارضة السورية الشرعية المتمثلة المتمثلة بالجيش الحر سمعنا وصفة حتى يكاد يزدريه الرئيس أوباما عندما يصفهم بمهندسين وأطباء ومدرسين مجموعة من المهنيين الأكاديميين الذين لا يستطيعون حتى حمل السلاح ولا يستطيعون أن يحققوا أي تقدم عسكري أو نصر عسكري هذا ليبرر عدم سماحة لتسليح هذه المعارضة وكأن يقول أن عندما نسلح هذه المعارضة سوف تأتي داعش وتأخذ السلاح من بين أيديهم وهذا موقف خذرنا تماما نجد القضية الكبيرة والعنوان الكبير هو اتفاق الإيراني الأمريكي ولم يكن اتفاقا يتمثل أنه حول السلاح النووي والإشراف والمراقبة حول البرنامج النووي الإيراني وبالتالي رفع الحظر الاقتصادي عن إيران وانعاش الحياة في إيران ولكن يحمل حتى أبعاد استراتيجية وأمنية وسياسية تمثل لنحن في المملكة العربية السعودية والخريج مصدر خطر إيران كانت حتى ما يسبق حتى الإعلان الاتفاقية شهدنا لها توسعات في سوريا وفي اليمن وفي العراق تكاد أن خاصة في العراق تكاد هي المسيطر تماما بمساعدة الولايات المتحدة دكتوري خلينا نأخذ ملفات المهمة يعني طبعا من الشيال الجميلة التقارب الخليجي مع المغرب كذلك وإعلانهم دعم حق المغرب في الصحراء الكبرى وهذا الوقوف والدعم الخليجي بشكل عاملي للمغرب توقع أن يمثل كذلك مفتغ طلق أو امتداد ربما لحرص دول الخليج على استقرار الدول العربية المحيطة الآن باختصار خلينا نقول ملفات اللي ما زالت شائكة سوريا من المتوقع خلال ومن المعطيات اللي صارت خل المرحلة القادمة وملف اليمن في ظل الاجتماع الآن المنعقد في الكويت طبعا يعني وهي مصادفة أن سوريا الآن تشهد يعني أطراف الصراع في سوريا تشهد مفاوضات في جينيف وأطراف الصراع الآن في اليمن يتشهد مفاوضات في الكويت لو رجعنا مثل عندك الآن للقضية اليمنية وهي الأقرب لنا وهي الأكثر تأثير حتى على وضعنا الأمني ووضعنا السياسي نجد أن هناك فرص فشلها أكثر من فرص نجاحها لأن الاختلاف حول المرجعيات هذه المفاوضات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 جماعة الحوثي وجماعة علي عبدالله صالح لا ترى في هذه المرجعية أنها تستطيع أن تصنع أرضية مناسبة لانطلاق منها نحو الوصول إلى الحل السياسي المناسب للقضية اليمنية بشكل تام بينما الشرعية هي تنطلق من هذه المرجعيات علي عبدالله صالح والحوثي أنهم يرون أن لابد أن تكون هناك حكومة انتقالية وبعدها تأتي ما يسمي ما علن عنها المبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال أنه سميها خمس نقاط تتمثل في تسليم السلاح وتسليم في وقف اطلاق النار وتبادل الأسراب وتبادل السجنة عفوا والرجوع إلى العموميات مثلا أنت غير متفاعل وصول إلى تقارب في اجتماع الكويت يعني من خلال هذه المعطيات تجد أن الفرق كبير والبون شاسع بين طرفي الصراع وعلينا أن نعيد خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي لأن هذه القضية مهمة جدا لنا ولابد أن يكون الحضور على المستوى السياسي والتفاوض لمجلس التعاون الخليجي الذي هو صاحب المبادرة وصاحب القرار للدخول العسكري في هذه القضية لا بد أن يكون حضورة أكثر وأكثر قوة وأكثر إلزاما خاصة حتى البند السابع في الأمم المتحدة المفروض أن المبعوث هنا يعني في عتب ولوم حتى على الأمم المتحدة لأنه لم تستطيع أن تلزم أطراف الصراع وهو يتمتع بسلاح البند السابع والمتمثل في قرار 22-16 أنه لم يستطع أن يلزم في اليمنيين شكراً شكراً دكتور مقدامنا ولودي بعد التكلم عن ملف السوري كذلك شكراً لك دكتور مطلق المطلق السياسي وإجابة من السؤول مرحباً مزرع معكم مشاهدين الكرام فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم اشتركوا في القناة